زي ما كنت بقول لكم النهاردة في بداية الحلقة أحداث سعيدة بتعيشها الام بي سي لأنه بكرة بإذن الله بتنطلق أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب والأصوات الغنائية المتميزة جداً البرنامج واللي هيعرض على شاشة قنوات الام بي سي وان وام بي سي مصر طبعاً قناتنا وام بي سي العراق وده هيكون الساعة تمانية ونص بتوقيت القاهرة وهيكون الساعة تسعة ونص بتوقيت السعودية بمشاركة مواهب من 17 دولة عربية لجنة التحكيم أو أعضاء التحكيم طبعاً لجنة متميزة جداً لأن احنا طبعاً بنشوف كل سنة لجنة زبايس أو حتى كل البرامج اللي بتزاع على قنوات الام بي سي بكل جان متميزة جداً في مجالها اللجنة السنادي لجنة التحكيم بتتكون من طبعاً نجوم كبار جداً الفنانة سميرة سعيد الفنانة الجميلة أحلام والفنان راغب علامة وطبعاً الفنان المصري الجميل اللي كلنا بقينا بنحب نشوفه جداً في زبايس محمد حمائي برنامج زبايس على مدار المواسم اللي طلع فيها ما شاء الله طلع عدد من الأصوات المتميزة جداً في الوطن العربي من كل الدول العربية سواء اللي كانوا بيفوزوا باللقب أو حتى مجرد مشاركتهم خلتهم نجوم ويمكن عدد كبير منهم جداً شرفنا في الجمعة في مصر وكنا بنسمع عن تجربتهم المتميزة جداً في زبايس وقد إيه أثرت فيهم وقد إيه لجنة التحكيم كانت بتحاول إن هي تديهم خالص خبراتهم وتطلع أفضل ما فيهم وده يمكن كان بيتضح سواء من خلال يعني اللي كنا بنسمعه فيه البرنامج أو حتى بعد ما بيخلصوا اللي أنتج منهم يعني تم إنتاج ليه ألبومات أو حتى أغاني سنجل أو يعني كان موجود على السحة بشكل عام الحقيقة برنامج يعني إحنا كمان مستنيين الجديد فيه السنادي لأن السنادي فيه جديد في زبايس لأن MBC الحقيقة زي ما احنا عارفين كانت عقدت مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي للإعلان عن إن برنامج زبايس بإذن الله هنتابعه بكرة في الموسم الخامس وكمان الإعلان عن إطلاق قناة MBC Sank بكرة بإذن الله برئاسة الإعلامي الكبير الأستاذ محمد عبد المتعال رئيس MBC Sank وكمان مدير عام قنوات MBC مصر وطبعا MBC Sank وهي الموجهة لدول المغرب العربي طبعا إحنا متوقعين بإذن الله أن هي يعني تقدم يعني نقدر نقول كده وجبة متميزة درامية وبرومجية واسمعنا أن هيكون فيه تنوع كبير جدا طبعا الصور اللي إحنا بنتبهحها دلوقتي على الشاشة مع حضراتكم للأستاذ محمد عبد المتعال والأستاذ مازن حيك هي من المؤتمر الصحفي اللي كان تم عقده للإعلان عن إطلاق The Voice وكمان إطلاق MBC Sank MBC Sank طبعا هيكون فيها نخبة من نجوم يعني دول شمال إفريقيا والوطن العربي بشكل عام ومن مصر كمان هيكون فيه نجوم بإذن الله إحنا الحقيقة بنتمنى كل التوفيق للزملاء في MBC Sank هنتبهحها وإحنا كده حاسين أن هي قناتنا كمان لأن طبعا فيه تقارب كبير ما بين الشعوب وهنحس بالتقارب ده من خلال المادة البرامجية اللي هتبقى بتقدم وكمان حتى المادة الدرامية اللي هتبقى بتقدم يعني كل التوفيق يا رب يعني امتداد الحقيقة لنجاح كبير بتقدمه MBC في الوطن العربي بشكل كامل كل تقريبا الوطن العربي بمختلف فئاته وقطاعاته وحتى فئاته العمرية مفيش حد مننا مجبرش مع ال MBC ومع كل قنوات ال MBC يا رب إضافة جديدة جميلة ومتميزة وممتعة جدا لل MBC وكلنا بكرة قاعدين نستنى الانطلاقة المتميزة ل MBC Sank وكلنا عايزين نشوف إيه اللي هيتم تقديمه فيها وبإذن الله كلنا هنبقى بنتبهحها ومرة تانية بنبارك لقنواتنا قناة ال MBC بشكل عام طبعا قناة ال MBC الأم على إضافة قناة جديدة متميزة مع كل قنواتها كمان إحنا الحقيقة بما إن إحنا كنا بنقول المؤتمر الصحفي فالمؤتمر الصحفي زي ما قلت لحضراتكم هو كان للإعلان عن إطلاق MBC Sank وكمان The Vice الموسم الجديد من The Vice الأستاذ مازن حيك كان قال الحقيقة أنه هو هيبقى فيه مفاجآت كتيرة جدا زي كنتم بقول من شوية الحقيقة في الفقرة اللي فاتت إحنا كلنا بقى كمان عايزين نعرف إيه الجديد اللي بيتم تقديمه في The Vice السنة دي وده بكرة بإذن الله هيكون ساعة 8.5 بتوقيت القاهرة على شاشة ال MBC 1 MBC مصر و MBC العراق كلنا هنبقى عاديين مستنيين إطلاق الموسم الجديد من The Vice علشان نعرف إيه الجديد بقى كمان اللي بيقدمه البرنامج السنة دي غير المواهب طبعا اللي إحنا حتى كده من الإعلان يعني الترويجي للبرنامج سمعناها لا إحنا مستنيين بقى نسمع كل جديد وكل الأصوات المتميزة بإذن الله اللي هكون في The Vice وطبعا كل النجاح والتوفيق طبعا ل The Vice وكمان لكل الزملاء في MBC سانك يا رب كل التوفيق بكرة ويتم إطلاق القناة بشكل مميز جدا بجد أنا لما بقول لحضراتكم إن إحنا عاديين مترقبين للقناة دي دي حقيقة يمكن إحنا عشان عايشين هنا الأجواء وعارفين قد إيه بيبزل فيها مجهود فإحنا متوقعين النجاح الكبير بإذن الله هتحققوا النجاح بكرة إن شاء الله شكرا